في الدوري وفي أرضية ملعب الملك عبدالله الثاني بليجو اسمه ليحتضن لقائين كبيرين وكان بعدهم اختلاطات وأحداث أدى ذلك وانتقل إلى الفضاء الإلكتروني والافتراضي السوشال ميديا وكان هناك مشادات كلامية كبيرة صارت هناك اجتماعات فقرر الاتحاد الأردني بناء على التنسيب والتوصيات الأمنية بإغلاق الأبواب أمام الجماهير أمام الجماهير القادمة والتي ستحضر مباراة الكلاسيكو الفيصلي والوحدات في كأس الأردن الآن نفتح ملف كأس الأردن ونتحدث عن مباريات دور الثمانية في كأس الأردن ويمكن المباراة الأهم والأبرز هي كلاسيكو الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات التي ستلعب بعد أبواب موصدة ميسون يونس في هذا التقرير في ظروف خاصة قم بلا جماهير الفيصلي يبحث عن الألقاب والوحدات يبحث عن إرضاء جماهيره فعشاق الفريقين يترقبون إزدال استطار عن المباراة التي تجمع الغريمين التقليديين ضمن منافسات بطولة كأس الأردن لكن هذه المرة بقرار من الاتحاد الأردني لكرة القدم بلا جماهير بسبب الإحتقان الذي سبق القمة ويبحث الوحدات تجاوز الفيصلي والمضي قدما ضمن منافسات بطولة كأس الأردن والتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013 ومحاولة التعويض التي أصبحت مطلب جماهيري خاصة في ظل الصعوبة بالتتويج باللقب بلقب الدوري عطفا على ما يقدمه متصدر الترتيب الفيصلي كان أمامهم خيارين إما نقل المباراة على ملعب آخر أو الإبقى عليها دون جماهير واختاروا الخيار الثاني الإبقى عليها دون جماهير هو خيار أمني وأيضاً احترازي ما في مجال لكن هو أيضاً هو درس لجمهورنا ودرس إلنا إنه هاي رياضة وإحنا أخوان ولازم الروح رياضية تكون موجودة خلينا نزرحها بدرة المحبة نسقيها بماء الأخوة دائماً هي شجرة نستضل من خلالها بالرياضة وبالحضور الكبير يوم كلاسيكو بدون جمهور هو بصراحة يعني أنت بتحكي أنا حكيت نقطتين جوهريات إنه من ناحية أمنية وأنه لازم يكون هناك الأندي الكبير اللي زي هاي يعني لما يكون عندها هاي الأندي عندها روابط اللي هي رابطة المشجعين هاي رابطة المشجعين لازم تكون تحت مضلة النادي وتحت مضلة النادي من أي ناحية مش بالإسم لازم يكون هناك فيه اجتماعات لازم يكون هناك فيه تواصل لازم يكون هناك تحت قائد معين مش يكون فيه أفراد معينة وبصراحة نكون صريحين يعني حرامك لسكو زي هذا الكل قاعد بيستنى فيه وبدو يحضره ما احترامي لباقي أندية الأردن إنك تحرم هالجمهور بس من ناحية أمنية حرموه وتفضلت بشغلي إنه لو نقلوها على ملعب تاني هلا لو نقلوها على ملعب تاني نكون صريحين يعني زي استاد عمان بيعتبر إنه الملعبين موجودين إنه للوحدات والفيصلي مع إنه بيختاروا إنه هذا للفيصلي وهذا للوحدات بس هم الاثنين موجودين بعمان ولاعب كرة القدم لو وين ما بده بلعب بلعب بس إنه أنا المقصد تبعي إنه حرام تحرم هالجمهور من إمباراة زي هاي النقطة اللي انت حدثت فيها روابط المشجعين مش إنه أنا روابط مشجعين أو أنا روابط مشجعين فيصلي والله أنا الكب هنا أنا الكب موضوع مشي هذا مسؤولية وأمانة على روابط المشجعين بأن يقودوا الجماهير داخل الملعب وخارج الملعب وعالسوشال ميديا يكون الصفحات الرسمية للجماهير وللمشجعين معروفة يكون الصفحات الرسمية للأندي معروفة حتى نتمكن من ضبط الأمور والفئة القالة اللي بدها يتأثر علينا أو على الجمهور المقابل نكون عارفينها فما يتصل الأمور زي هيك هي النقطة اللي حكيتها آخر إشي يعني كنت أكملها هي السوشال ميديا السوشال ميديا يعني أنا واحد من الناس يعني قليل يلا أفتح الفيس الإنستجرام الأمور هاي خلال هاي الفترة التلفون عندي ما هديش كل شوي أفتح السوشال ميديا عن المباراة عن المباراة السوشال ميديا إذا بدنا نتبعها إحنا كجمهور ونضلنا وراها كل ياتها بتكون كاذبة كل ياتها بتكون كاذبة وكل ياتها عبارة عن إشعال مشاكل ليس كل من كتب صدق مشاكل عشان هيك لازم يكون تحت رقابة السوشال ميديا تحت رقابة أمنية تحت رقابة الأندية تكون النادي هو يكون عنده صفحة مخصصة إله أنت بتطلع فيه لكل نادي عدة صفحات وهي مشكلة مشكلة إلك كنادي صحيح الصفحة الرسمية كذا الصفحة الرسمية كذا بحط حرف مش بس للجمهور بتشعل فتنة كمان وبتشعل كمان شغل لللاعبين 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 بصير اللاعب يتوتر وإحنا اللاعبين عنا بصراحة بتبعوا السوشال ميديا ما في الإعداد الذهني صحيح وهي بتأثر عليه وهي بتأثر عليه وعلى مستوى وهي اللي بتأثر كمان على نتائجه كنادي عشان هيك السوشال ميديا هي رقم واحد طيب سؤال غياب الجمهور رح هيأثر على سير خلينا نحكي على مستوى المباراة طيب وإذا بدوا أثر أمين رح يأثر أكثر هلأ نكون صراحين أمين الخسران من الغياب هلأ شوف المدربين الاثنين كسبانين حلو آه إنه من غير جمهور عراحته بشتغل آه رح يشغل عراحته ما في ضغط أيوة على اللاعبين ما في ضغط على المدربين وعلى الجهاز الفني خبرة عالية موجودة عندهم بس شو ما بتكون خبرتك لما يكون الجمهور موجود رح يأثر عليك طيب وبيأثر على اللاعبين وزي ما تفضلت وحكيتها قبل شوي لاعبين الخبرة بتأثروا وفي لاعبين خبرة ما بتأثروا آه هذا بيجي وين أنت من ناحية ذهنية كيف بدك ترفع مستوى كيف أنت بدك هلأ من غير جمهور رح يلعب بأريحية المدرب واللاعبين طيب واللاعبين أنا بنت ورح تشوف أداء مباراة إن شاء الله الواحد ما بيعلم بالغيب رح يطلع أداء حلو مين اللي خسران من غياب الجمهور بين الفصل الوحدة اللي خسران آه بصراحة لاتنين لاتنين بصراحة لاتنين هلأ هو الجمهور بيعطي رونق وبيعطي جمالية لكرة القدم حلو بس بنفس الوقت بيجي إيجابي وسلبي هلأ بيجي إيجابي من ناحية إيش إذا أنت أديت شجعك جمهورك رح يشجعك بس إذا أنت ما أديت ضدك عامل سلبي عليك نتابع المباراة ولا نتابعها اليوم رح تطلع حلو آه أكيد أكيد ولا اليوم الجمعة بعد المباراة ستنقل لكم دائما عبر قناة الأردن الرياضية بستيديو التحليل خاصة هذه المباراة وأيضا المباراة التي قبلها خلينا نذكر بالمباراة طبعا هذه مباراة دور الثمانية المؤهلة لدور الأربعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر